اتيكات الابن بوفي في القتال ما ينفعش ألبس اللبس ده أو أنزل بلبس النوم أفطر به ولا السليبر شبش بتاع القتال ولا الشكل ده الصح إن أنا ألبس وأنزل عشان أفطر وده الصح أوقات كتيرة قوي إحنا بنبقى جعنين وعايزين ناكل وبعدين بنقعد نحط في طبقنا من ده ومن ده وحاجات كتيرة قوي بتبقى عجبانة بس الطبقة ما يتميلي يتميلي زي ما إحنا شايفين إحنا هنعمل هرم في طبقنا وطبعا طبعا إحنا بنقول ما ينفعش أعمل هرم لأن أكيد أنا مش هاكل كل الكمية دي وأنا ما بفكرش في الناس أنا بفكر في نفسي بس وعملت الهرم الكبير قوي ده ده مالصح الصح إن أنا أخد طبقي واخد الحاجات اللي على قدي اللي أنا هاكلها أنا ممكن أروح كذا مرة أملى طبقي بس ما ينفعش إن أنا أعمل هرم وأملى طبقي كتير قوي كده وفي الآخر إن أنا مش هاكل نص الحاجة هاخد حاجات بسيطة والباقي مش هاكله ده مستحى خالص طبعا بقى كل واحد بيختار الحاجات المناسبة ليه بنختار الطبق بتاعنا بنحط من الحاجات اللي إحنا عوزينها اللي إحنا بنأكلها بشكل ده زي ما أنا بعمل بيخد القطع على قديه اللي هاقدر أكلها كل واحد فينا عارف هيقدر يأكل قديه دي الطريقة الصح حتى لو أنا هيقد شوية نات هحط برضو كمية القليلة بتاعتي مش لازم أحط كميات كبيرة المناسب ليا واللي أنا هقدر أكله ده الصح وده إن طبقي يبقى كده أنا بفكر في الناس اشتركوا في القناة